السلام عليكم يعطيكم العافية بهذا الفيديو راح نحكي عن الهوت ستاند باي ببدالة الزونت الاس ام بي الهوت ستاند باي يعني أنا يكون عندي بدالة زونت الاس ام بي وآي بي فونس شابكين عليها ويكون في بدالة باكب يعني لو البدالة الأساسية الزونت الاس ام بي صارت داون او صار في هارد الباور ايشو مثلا او اطعت الكهرباء بمكان معين بيكون في بدالة زونت الاس ام بي تانية باكب كانت ريتشابل على البدالة الأساسية بحيث تشتغل كباكب ويشبكوا كل الاكستنشنز عليها عساس ما توقف بدالتي وما استنم مكالمات او اقدر اصدر مكالمات او اكلم داخلي الاكستنشنز من بعض طبعا الهوت ستاند باي له مسميات كتير مثلا الهوت ستاند باي فيل اوفر سيستم هاي افاليابيليتي طبعا اهم شي لازم البدالة الزونت الاس ام بي لبرايمري والبدالة الزونت الاس ام بي السكندري يكونوا نفس الفيرموير فيرجن قبل لا ابلش الهوت ستاند باي كونفيجريشن وتاني شي يكونوا يكون فيه نتورك ريتشابلتي طبعا بالملف اللي هون راح نشوف اكزامبل لهذا السيناريو زي ما احنا شافين هاي بدلت البرايمري بهذا الاي بي وهي البدلت السكندري بهذا الاي بي الهوت ستاند باي باعتمد عشي اسمه الفيرتشول الاي بي او الفيل اوفر الاي بي طبعا الرجستريشن للاي بي فونز ما حيتم عم طريق هذا الاي بي 1.201 او 1.202 راح يتم عم طريق 1.203 طيب لما اشغل انا الهوت ستاند باي 1.203 اي رجستريشن عليه راح يرمي للاي بي لهو 1.201 طيب لو فرضنا انه البرايمري سيرفر وقع او صار داون 203 تلقائيا راح يرمي للاي بي 1.202 طبعا ما في اي كونفيجراشن اغيرها للاي بي فونز ليش لانه الاي بي فونز السيب سيرفر اللي بتعامله معه اللي هو 192.168.1.203 وال1.203 برمي على الاي بي لبرايمري او السكندري حسب حالة الفيل اوفر عشان ما يصير داون تايم عندي وقطر اغير اي كونفيجراشن طبعا فيه سينكرونيزيزيشن بيكون بين البدلتين كالكونفيجراشن وهيك يعني انا حتى لو احبيت اعمل لوجين لبدلت الزونت الاس ام بي انا راح اتعامل مع الفيرتشوال اي بي ادرس وليس مع البرايمري او السكندري اي بي طيب كيف انا ابلش السيت ابل الهوت ستاند باي طبعا راح اروح النيتوورك سيتينجز اوكي انا بدلت الزونت الاس ام بي برايمري راح احط الهوست نيم برايمري او اي اسم ثريد يعني نحطه مثلا او يونيك ونفس الشي لابدلت السكندري بهذا الاكزامبل برايمري وسكندري اعملت للبدال الاولى والبدال التاني طبعا مع الكونفيجراشن للآي بي زي ما شفنا بالسيناريو اللي حنطبقه بالنسبة للخطوة التانية راح اروح على سيستيم سيكوريتي هوت ستاند باي زي ما احنا شايفين بعمل طبعا هاي الخطوة حنبلشها اولا لبدالت لبرايمري اللي هي زونت الاس ام بي لبرايمري حرح اعمل انابل للفيتشر هوت ستانباي اتش اي مود والمود راح يكون بير تو بير وسلاف السينك ان اي سي راح يكون وان طيب احنا قلنا احنا بلشنا بالبرايمري بي بي اكس الوكال هوست نيم اللي بدالت اللي برايمري زي ما شفنا فوق انا حطيته برايمري فلو اللحظنا هون انا حطيت الوكال هوست نيم برايمري طيب الpeer hostname هو الhostname لبدالة الbackup اللي انا حشبك عليها فحطيت secondary طيب الpeer IP address اللي هو الIP address للبدالة السكندري او الbackup طبعا الencryption key هذا ممكن اعمله زي ما بدي ولكن اهم خطوة الencryption key عبدالة الprimary يكون هو نفس الencryption key لبدالة السكندري فينا نسميه الaccess code كمان طيب الpeer virtual IP address رح يكون الconfiguration بالنسبة لبدالة الprimary والsecondary اللي هو الIP اللي اعتمدنا بيكون empty IP بالnetwork يعني IP غير مستخدم بشوفه وبعتمده للfillover عندي او الhot stand by طيب بالنسبة لبدالة السكندري طبعا نفس الطريقة زي ما قلنا هدول حيكونوا بهاي الطريقة لو لاحظنا هون التغيير local host name انا هلا بدلت السكندري فحطيت local host name secondary peer host name اللي هو الhost name للبدالة التانية اللي بدي اربط معها الhot stand by اللي هو primary والآي بي ادرس تبعها طبعا زي ما حكينا الانكريبشن كي هيكون نفس الانكريبشن كي للبدالة التانية يعني البرماري بي بي اكس والسكندري بي بي اكس هيكونوا نفس الانكريبشن كي يعني باسورد انا بختاره المهم يكون نفسه والفيرتشوال آي بي ادرس اللي عملناها بدلت البرماري برضو بعملوا على السكندري مجرد ما اعمل save رح ابدأ اشتغل يعني حبيت اعمل login بالويب انترفيس رح اتعامل عن طريق هذا الاي بي بس لاني شغلت الhot stand by تمام وحتى الregistration للاي بي فونز رح يكون عن طريق الاي بي اللي انا شايفه طول ما انا مشغل الhot stand by ويب انترفيس login او registration زي ما قلنا رح يكون عن طريق ال virtual ip address طبعا اهم يعني او واحدة من الملاحظات المهمة لو انا حبيت اعمل upgrade firmware لو بدلت البرماري او بدلت السكندري لازم اوقف الhot stand by يعني ما نعمل upgrade firmware لبدلت الزونت الاس ام بي لو الhot stand by شغل وهيك منكون بهذا الفيديو شرحنا عن الhot stand by او الهاي افليابيليتي الموجود عبدالت الزونت الزونت الاس ام بي شكرا اشتركوا في القناة